دهي كده هل متأخر قوي أن مصر تدخل مجال الصناعة في ظل طبعا وجود منافسة كبيرة من دول أخرى؟ طبعا هو الحقيقة يعني مصر تأخرت فعلا يعني على مدارة 30 سنة أو يمكن 50 سنة مصر تأخرت كثيرا يعني ما يحدث الآن على أرض الواقع أن الدولة بتحاول تلحق بركب الصناعة وركب التطور يعني جي متأخر بشكل كبير جدا لأن طبعا إحنا كان مصر يعني شكل عام مصر أصلا كانت دولة تعرف الصناعة منذ العصول الأولى حتى منذ أيام الفراعنة وبعد كده في مصر الحديثة محمد علي وبناء المصانع وبدأ النهضة الصناعية ثم بعد ذلك تراجعت الصناعة بشكل كبير جدا خلينا نقول أن الصناعة بشكل عام هي مقياس أو معيار تقدم الاقتصاد واللي بيتأس عليه تراجعت الصناعة بشكل كبير جدا دي جملة محتاجين نقف عندها شوية ونقول ليه تراجعت الصناعة راجعت لأدة أسباب يعني كثيرة أولا طبعا البيروقراطية الشديدة اللي بتخلي أي مستثمر يهرب من الاستثمار في مصر العراقين اللي بتجد المنافسة بشأن المنافسة ما بين المنتج المحلي والمنتج العالمي اللي ياد العاملة توفير الأراضي الصناعية توفير الطاقة والكهرباء وكل الكلام ده مصر كانت للأسف ملتفتة عنه بشكل كبير وما بتنظرلوش وكان كل المستثمرين بيهربوا من مصر وكان الاستثمار في مصر مناخ طارد جدا للاستثمار فمؤخرا بدأت الدولة المصرية تتجه إلى تدارك هذه السلبيات وبدأت فعلا تطلق عدة مبادرات وبدأنا فعلا نبدأ نتكلم على أن احنا يبقى عندنا صناعة من جديد آه تأخرنا كثيرا ولكن علينا أن نبدأ حتى المبادرة اللي عملها سيادة الرئيس اللي أطلقها سيادة الرئيس في شهر مايو الماضي اسمها مبادرة ابدأ يعني احنا فعلا محتاجين أن احنا بس حتى نبدأ يعني نهاردة عشان نيجي نتكلم على مثلا صناعة سيارات مثلا صناعة سيارات دي يسبقها عدة صناعات أولية الأول لازم يكون عندنا مصنع للضفائر الكهربائية مصنع للإطارات مصنع للهياكل السيارات وبعد كده نعمل خط إنتاج يجمع السيارات دي مش هتيجي في يوم وليلة فإحنا بالفعل بدأنا